من الرباط ينضم إليه الصحفي عبدالحق الريحاني أهلا بك سيد عبدالحق يعني ماذا تعني هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات برأيك أهلا وسهلا أولا هذا القرار الأمريكي قرار رئيس دولاند ترامب الرئيس الأمريكي قرار تاريخي وقرار سيأتي ما بعده ونلاحظ الآن من البداية بعد يوم أو يومين من القرار تخذت أمريكا قرارا عمليا هو إصدار خريطة للمغرب تضم الأقاليم الجنوبية وهذا طبيعي لأن المؤسسات في أمريكا هي مؤسسات مستمرة ونعرف أن الرئيس الأمريكي دولاند ترامب لا زال مستمرا في رئاسة أمريكا إلى أن يتسلم الرئيس الجديد جون بايدن مقاليد الحكم إذن هذه الخطوة خطوة تاريخية وحققت الحق وأعطت للمغرب سيادة الكاملة أعطت للمغرب اعترافا حقيقيا وحقا كان ينتظره من قبل وانتزعه بفضل الدبلوماسية المغربية وبفضل الجهود التي كان يقوم بها وبفضل القرارات الحكيمة التي اتخذتها وكيف سيستثمر المغرب سيد عبد الحق كل هذا الدعم الإقليمي والدولي في طريق احتواء الأزمة الحاصلة مع ميليشيات البوليساريو أولا بالنسبة للمغرب ليست هناك أزمة بما أن المغرب لا يتجرأ لاتخاذ قرارات متسرعة كما يفعله البعض في البوليساريو أو في الجزائر المغرب يتخذ قرارات حكيمة ومتبصرة ودات شرعية قانونية ودولية ولا يتخذ هذه القرارات فجائية أو عن طريقه مثلا تحرير معبر الكركرات لم يتخذ القرار إلا بعد أن نبه ونبه وحدر بأن هناك خرق للمنطقة العازلة في الصحراء من طرف ميليشيات البوليساريو التي كانت لها مخططا بسوء نية بإتيان نساء وأطفال إلى المنطقة من أجل إقامة مخيم والمغرب لم يتصرع في ذلك رغم أنه كان يعرف النيات المبيتة لدى البوليساريو ولدى الجهة المدعمة التي هي الجزائر وتريت في اتخاذ القرارات وحينما استفحل الأمر وحينما طفح الكيل تخذ قراره الحاسم لتطهير معبر الكركرات بعد أن أخبر الأمم المتحدة والمينيرسو وكان القرار قرارا حكيما بفضل سياسة جلالة الملك محمد السادس شكرا جزيلا لك من الرباط الصحفي عبدالحق ريحاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر